اشتركوا في القناة عبد الرحمن احبوه اولا لدمات خلقه لاعتزازه بمبادية وعاداته وتقاليده وعيشه البدوي انا عن نفسي من الاشياء اللي حبتني فيه ايضا انه وصل الناس ان الابدوي ممكن يكون محترم وعايش بداوته البعض لا يجيب لك ابدوي مهيط رجل هادي ورزين وقتها يجد بتحصل رجل وشجاع والكلام هذا لكن رجل طيب سمح حتى وجه سبحان الله في قبول تحياتي الابو نايف خالد عبد الرحمن نجي الان الرقم اثنين هذا الشخص من المشاهير اشتهر بعلمه حبه البدوي في خيمته وعند نياقه حبه دكتورة الجامعة حبوه الناس العاديين والناس المتعلمين بمختلف الطبقات رجل اشتهر بنجم سهيل اشتهر بجملة يقولون اهلنا الاولين رجل بسيط غير متكلف رجل متواضع مع انه يملك قدر كبير من العلم هذا الرجل هو الزعاق الدكتور الزعاق حفظ الله رجل متعلم متقف مفيد متواضع بعيد عن المهاترات والجدالات شكرا للزعاق ثالثا بالنسبة لأولا لكن بالنسبة اراء الناس قناة سبانخ بالكمون صح اني اكون يعني شاهدي مجروحة لكن الحقيقة اني حتى جالس استمع لهذه القناة وانا بالسيارة وعند النوم بكل الاوقات قناة متنوعة فيها علم فيها ثقافة فيها فلسفة فيها جنون فيها قمة العقل صراحة والله ما ادري وش يقول عني لكن شكرا لوجودي في هذا الحياة شكرا